بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي و اهلا وسهلا فيكم جميعكم بعد طبعا حلقتنا المباراة اليوم شو طبعا بعد بره حلقتنا مش هيك يا شفاب طبع حلقتنا اليوم بعد مباراة ريال مدريد و فريكانو المباراة اللي عاش فيها ريال مدريد توتر كبير في النهاية عاش فيها رعب بالنهاية ولكن نجي وخلونا ندخل على التفاصيل على السريع ونحكي بشغلي وحده اللي شاف الشوط الاول شاف فريقه مسيطره مهيمن مفيش متله وكأنو مافي منافس خلص المبارا كان اطلع اربعة خمسة بسهولة خلص يعني بعد اطلع اول قلنا المبارا رايحها اربعة خمسة وهذا الشعور يبدو انو راح على ريال مدريد راح على عبير ريال مدريد مش بس انك مشاهدين يعني احنا كمشاهدين اعتقد معظمنا اللي مشجعش ريال مدريد بلا شير عب موبايل ويشوف اي شي لانو خلص شاف مبارا من طرف واحد لكن هذا الشي وصل لعب دريال مدريد فالشوط الثاني كان فيه تراخي غريب كان فيه تسرع غريب في اكتر من لقطة كانت قول لازم 100% الهدف التاريخ التاع الكعب بالكعب اللي ضاع من البنزيمة واضح جدا واضح جدا يا عالم انو كان فيه نوع من انو عم بيشعر انو مبرمخ خالصة وفيه اجازة جاية اجازة دولية فالكل راح سبق سبق كأنو خلص الاسبوع يلا شباب خلينا نخلص الخمسة اربعين دقيقة ونروحة بيوتنا اللي حصل انو هذا الشي وجده فالي كانوا فرصة فالي كانوا قاتل كان عارف لو يجيب قول حير عب ريال مدريد وهذا اللي لعب علينا المدرب ونجح فيه لما تدخل فالكا وسجل هدف ففعليا اللي حصل مش مشكلة تكتيكية بقدر ما هي مشكلة ذهنية واللي بيخوفني اكثر انو عبر مسيرة انشلوتك كثيرا عنده هاي القصص وهي الحكايات قصة انو المباريات السهلة في رقب ما بيتركز عشان هيكون مثلا المدرب مباريات الدوري ما بيجيب كثير مهم كثير يتعلموا من درس اليوم مهم جدا انو الفريق يقدر يتعامل مع هاي المباريات السهلة بجدية اكبر وما يوقف لعن ما يحس جد الامور الحسمة من الاشياء المهمة اليوم جدا فنسس جونيور تحياتي يا محمد عبيدات من الاشياء المهمة جدا فنسس جونيور اللاعب اللي انا غردته قلت بمعنى اصبح رعب حقيقي لكل الاندي الاسبانية وانت بتحضر خليني نقسها علينا انا وياك كمشاهدين وانت بتحضر لما تشوف الكورالا جونيور بتركز بتقول انو اللاعب ممكن يروح فيها مراوغة ممكن يصنع ممكن يسجل صار رعب وخطفته الهدف بسرعة رعب وبمهار رعب وبصار يمال ريكويس وبسدد فصار بمجمله بقدراته كامل اللاعب خطير اللاعب مرعب اللاعب فعلا التعامل معه مزعج للخصوم وانا اعتقد انو حاليا بخافوه زي ما بخافوا منزيمة لانو اذا منزيمة بتركز فيه بمنطقة الجزاء عشان تمنعه من التسجيل جونيور بتبلش تخطط له من قبل اللاعب ممكن يصدمك بحركات اخرى فانا اعتقد اصبح مرعب فعلا بعد ما شفت واحد معلق عندي في التغريد قال لك كان مرعب لمدريد فاصبح مرعب للخصوم فعليا هذا هو اللي باختصار وبما انه بنحكي امتى راح تشيل الطاقية هلا ان شار الحمد لله الجروح يعني والضربة اللي راحت هادي عم تدهوة ولما تختفي او تصير قابل انها ما تبين بالكاميرا بشكل واضح ان شاء الله حنشيلها وحتى ممنوع انا تشوف الشمس يعني على ثلاثة توضيح يعني انا لابسها هاي حتى بحياتي اليومية لانه ممنوع الجلد يصيبه الشمس عشان نضمن انه ان شاء الله يعني زي مسموه يلحم بشكل طبيعي الرعا قضية ثالثة بيبقى اننا بنتكلم مو معه احنا بكل لعبة اخر عشر دقائق واحد بيقولك مش طبيعي انه احنا كل لعبة اخر عشر دقائق بحالة رعب فعلا وهذا اللي يتكلم في عنه قبل شوي في مشكلة بهذا الفريق الذهنية بيحطلعها من المباراة ومفكرها انحاسمة قبل ما تنحاسم نروح على موضوع ثالث باننا بنتكلم عن جونيور هازارد هازارد شو وضع مش عم في لعب بنزل سبع ثمان دقائق بالنسبة لي هازارد اعتقد في شي اكبر وزي ما حكيت في الحلقة الماضية في شي اكبر من مجرد دور تكتيكي في رقبة تبدو ادارية تبدو ادارة ريال مدريد حابة هازارد يطلع بالشتاء وعم تدفع دفعا نحو ذلك انه اطلع بالشتاء لانه في تفصيل تكتيكية مهمة جدا لازم ننتبه لها اذا انبابي جاي بالصفل جاي فانبابي على اليمين طب عندك اسنسو رودريغو واحد انهم لازم يروح يسار على اغلب ممكن يكون اسنسو ليروح يسار كاحتياطي لجونيور فبالتالي مصرش يكون في عندك ثلاث يسار ففي نوع من دفع هازارد لبرا لانه ما عاد له فايدة ووجود هازارد لم يعد مفيد بالنسبة لهم بعد ما شافوا مستوى جونيور وشافوا مستوى هازارد السيئ جدا اعتقد الموضوع متوتر جدا بالنسبة لهاازارد مش بس فنيا بل حتى اداريا الان في محاولة الدفع واضحة جدا 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 لاله برا اللاعب سنتين ما عمل شي فبالتالي بيستأهل بيقسل كارفاخال على الظهير الايمن اللي بيسألونا عن كارفاخال قدم دقائق جيدة بس استقرار مستوى من بعد الاصابات بصراحة بعيد جدا بأي لحظة ممكن يغلط بأي لحظة ممكن يمر من عنده وتتلقى اهداف بسببه انا كمان بلد انو الريام المدريد بيفكر بكليا الامبابي لازم تكون الصفقة الثانية اللي بباله اللي هو ظهير ايمن ببساطة لازم تفكر بظهير ايمن وراء كليا الامبابي لانو كليا الامبابي بدون ظهير ايمن وراء كويس معناها بحكي كويس يا هجوميا يا دفاعيا معناها دفاعيا حتى تعاني لأنه إمبابي ما بدافع وهجوميا إمبابي رح يتحاصر بكثير مواقف فبالثنتين لازم ريال مدريد يفكر إذا بده هذا اللعب بيلعب كويس ويعطي أحسن ما عنده بده يتذكر كيف كريستيانو كان وراه مارسلو بيعزه وفي مستوى نشوف الواحد بقولي البنزيما غير جاهز هو الورطة يتذكر مباراة جيدة بعد عودته من الراحة أنا شايفه أفضل حاول خلق فرص كعادة بنزيما ممكن يضيع فرص يعني مش شي جديد بيسجل أهداف خارقة بيسجل أهداف جميلة أهداف حاسمة لكن أمرت تجي له حالة الفرص الضيعة مستوى لابا مني حناك ذكرتني يا محمد بالنسبة لمستوى لابا اليوم أنا بحضر لما شفته عم بصنع القول الثاني ولما نتذكر قوله في الكلاسيكو عم بتذكر إنه أوكي راموس قلب دفاع أشجع من ألابة 100% كالشجاعة وبألعاب الهوى أحسن من ألابة دفاعيا وهيجوميا بس ألابة عم بيعطي ريال مدريد دور جديد ومختلف عن كل قلوب الدفاع اللي كانوا عنده اللي هو الدور التكتيكي يعني بيلعب دور تكتيكي كامل ضمن جملة كاملة هيجومية زي اللي عملها بالكلاسيكو زي اللي عملها اليوم عم بيكون بعد جديد بالإضافة الهيجومية ومع تمريرات ميليتاو اللي عم بيلعبها طويل وبغير اتجاه لعب وبفتح لعب كمان صار دفاع ريال مدريد منصة هجومية ممتازة وهذا الشي عبر تاريخ ريال مدريد فرناندو هيرو روبرتو كارلوس كانوا منصة هجومية واثنين مدافعين ثم جاءت راموس مارسلو ولفترة طويلة كانت ايضا منصة هجومية ممتازة جدا للفريق ثم راموس فران بالكرات الهوائية فدائما ريال مدريد عم بيستفيد من مدافعينه بالأفكار الهجومية هالمرة أهلا بيلعب دور تكتيكي كثير عم بتطور الناس اللي بتنتقد كاسيميرو انا اعتقد اخر مباريات كاسيميرو ووضعه مش كثير سيئ مش كثير سيئ ووضعه مقبول بالنسبة لبداية موسم الفريق فيها كله هذي اللي بيقولوا عن مندي واداؤه الدفاعي واداؤه الهجومي الان مستوى مشكلة مندي الان انه اصبح امامه جونيور مش هازارد يعني اصبح امامه لاعب نزعته فردية لاعب ما بيستناك كثير واذا بتذكروا خردي قلبه مع نيمار كان عم بيعاني مثلا يعني ما حدش فكرني بتشبه او بحكي انه هاد احسن من هاد انا بحكي بالمجمد خردي قلبه مع نيمار كان يعاني وما كنا نحس بوجوده كثير لانه ببساطة نيمار هو اللي كان عم بينطلق كان عم بشغل الموضوع لوحده فهذا اي حدا هلعب مع جونيور ما حنحس فيه الان عن ناحية الهجومية احنا كلنا بنعرف انه مندي مش احسن ظهير هجومي موجود في ريال مدريد مرسله عن ناحية الهجومية رغم عمر ورغم تقدمه احسن لكن الفكرة انه هو بالمجمل بالتوازن ما بين الهجوم والدفاع هو كويس انا ما زلت يعني مش متفهم فكرة اهمال ميجيل جوتيرس تماما بعد الخطأ او خطأين لانك طلعت شاب صغير عارف انه رح يغلط اتوقع لازم يبلش يرجع يلعب مرة ثانية والثالثة ورابعة ويبلش ياخد فرصته بشكل جيد عشان شوف كوين ممكن يوصل مندي بعد الاصابة طويلة الامد ما نتوقع منه انه يرجع بمستوها باسبوع واسبوعين اعتقد بدنا وقت بالنسبة لكارفخال حكيت وجهة نظري عم برجع بس بعيدة كثير عن مستوى كارفخال التوب اللي تعودنا عليه دفاعيا هجوميا بعيدة كثير طلعت الكرة من عنده مش الطلعة الطبيعية طوني كروس لما يقرب عن منطقة جزاء وربما هذا اللي لاحظناه يعني تعلم انشلوتي من درس الماضي انه كمافينجا لما لعب المرة الماضية ما كان عم يتقدم وكان مطلوب منه هو اللي يتقدم وكروس كان اللي عم بتأخر وبالتالي لانه كمافينجا ما تقدم ولا كروس متقدم الفريق كثير عانى بمسألة خط الوسط انه ما صرع فرص اليوم خلى كمافينجا زي ما هو يعني ما حاول يخلي يغير كمافينجا وبالتالي خلاه زي شخصيته اللي هو متعود عليها خليك هون وقال لتوني كروس انت اللي يتحرك وفعليا احنا نعرف توني كروس بكل حتى مع منتخب المانيا لما يتحرر هجوميا بيكون خطير ولي ما بيعرف توني كروس ايضا كان يلعب بهذه الادوار من زمان من ايام هاينكس في باير ليبركوزن كان عم بلعب هذا الدور وايضا عم بلعب هذا الدور عم نشوفه مع باير مينغ في بداياته وحتى الان اللاعب لما يلعبه قويس بتطلع منه بس مش توني كروس بمرونة زمان وسرعة زمان اللي بيسألون عن كتاب اكبر ما اعتقدون واني بتجدوه الكتاب موجود بي دي اف مجانا شايرته اكثر من المرة كل المطلوب تحط كتاب اكبر ما اعتقدون بي دي اف مجانا وحيطلع لك تلقت روابط في مدون الى الي اسمها ثقافة اسبر واحد بيقول يجب احادة اشرف وريقيريون طبعا اشرف مستحيل رعى سان جيرمن وحيصير سعره بالملايين رجاليون اللي ممكن حسب موقف كنتي معه اذا كنتي مش مرتح له بده نوعية مختلفة عادي جدا يرجعين باعه بس انا اشك انه بريزي حاول يبين نفسه امام الناس انه ارتكبها فوات ببيعه شركة اظهرة هيفكر بخيارات اخرى كورتوا بصراحة اخر مباريات يعني الرجل بيكون هو دايما الصادد الحاسم ما في نقاش فيه يعني فيه شوف تمحت واحد بيقول كورتوا بعيد عن مستوى كورتوا ممتاز جدا كورتوا اللي عم بتدخل لك دائما الموافف صعبة قالت بيه المصاب اللي بسألوني عن بيه المصابة بنعرف وينه اه الريال مدريد اخيرا نحكي عم بلعب الان بفكرة واضحة جدا عم بنحسها في كل مباراة اللي بسألوني ليش الريال بتحسه عم بتراجع عم بحاول يفوز بس عم بحاول يكسر ثلاث نقاط بس ليش عم بعمل هيك انا شروطي ما بعرف ليش مش عم بحاول يكون بليفل اعلى بمستوى اعلى ما بعرف هل هو اتعلم من درس موسم 14-15 اللي بلش فيه كان فريق اقوى فريق بالعالم اقوى فريق بالعالم كان بعدين من بعد خسارة فلنسيا الفريق عم لدروب هل هو فهم انه الدور الاسباني مستنزف فيه تقلبات دائما بتصير بالجزء الثاني من الموسم حتى هو ب13-14 التقلب الافضل تصره بالجزء الثاني من الموسم هل الحب يتعلم من ذلك ربما فبالتالي بياخذ الامور بهدوء بتعرف على اللاعبين بهدوء وكل هذا الموضوع يعني بتعرف على اللاعبين بتعرف على الخطة وبيشوف الهفوات واللعبين بتعلم من دروسهم على امل انه يوصل لمستوى الافضل بشهر واحد او اتنين احسن ما يوصل له الان الناس اللي بيقولوا على الارنولد يشتروا من الليفربول اعتقد شبه مستحيل الليفربول يسترجع الارنولد الا بصفقة خيالية لانه ما بنتكلم عن ظهير ايمن بس بنتكلم عن ظهير ايمن بصنع لك في الموسم 20 جول يعني كأنه لعب وسط ولعب ظهير مع بعض غياب مودريتش وهي من الاشياء الدان بفكر فيها لما يطلع لما يجي امبابي ويكون مودريتش طائع كيف بدوم يلعبه لانه بصراحة مودريتش هو 50% حاليا من قوة ريال مدريد بمسك اللعب بالفرض الكلمة خروجه بيخلي الفريق تفلت منه الامور بيخلت منه الرتم بتخلي الفريق شخصيته مش مكتمل يا مودريتش في مستوى البدن الطبيعي كان عم بلعب لك بالهجوم زيدان وبالدفاع كاسيميرو يعني رايح جاي الشاب ما شاء الله عنه والان خروج هذا المودريتش اذا كما فينجا ما قدر يوصل لهذا المستوى بسرعة معناها انت اول سنتين ثلاثة الفريق مش هيكون قادر يتحكم بالملعب وهذا خطر كبير زي ما بنعرف ان واحد بيقولي على اسنسيو اسنسيو كلاعب اليوم مش سيء اسنسيو قدم مباراة مباراة الجيدة تكتيكيا تحرك حاول بنعرف ما بيدرع في 90 دقيقة وهذا اللي صار اشوف اذا في اي اسئلة جديدة قبل ما نختم حلقتنا الناس بيقولوا هلاند ييجي انا بلشت اتراجع عن فكرة هلاند انبابي بنفس الموسم بلشت اشك انه مدريد يفكر هيك بميل اكتر من مدريد اه ممكن اعلاميا ترويجيا حلو يجيبهم بس اشك انه هيفكر بس اعلاميا هالمرة فلورنتينو بريز بالنسبة لا اسكو اللاعب نعرف يعني في عملية دفع لايه ايضا للخارج لكن اللاعب متمسك وبس في ناس بتقول ليش ما يجرب هازارد في نص الملعب يعني يرجع لورا بالثلاثة اعتقد مشكلة هازارد الدوره الدفاعي هون البدني ما بيقدر يعطي هذا شيء ما بيقدر الروح يجي ما بيقدر يلعب بس بشكل او باخر انا اعتقد لازم ياخد دقائق اكتر قبل ما تحسن موضوعه بس زي ما حكيت في حلقات ماضية مشكلته تبدو اكبر من فنية مشكلته تبدو دايركت مع مدرب عمره ما انتقد حد طلعه وانتقده بشكل صريح وواضح في واحد بيقول انه المراهنة تماما على بنزيما وفنزيس يستداما هم اللي بيلعبوا بس هذا خطير على قدام وفعليا هذا الكلام صحيح لازم ريامدريد يكون عنده على الاقل خطة بديلة هجوميا حتى الان ما منشوفها الخطة البديلة هجوميا فبالتالي لو صارت اي اصابة مفاجأة هتكون فيها مشكلة واحد بيقول لي مبروك اليوفي الله يبارك فيك الحمد لله والله خيرا فوزنا يعني الواحد صار ينسى متى اليوفي بفوز بالدوري اسكو يلعب بخط الوسط هو جربه من زمان بحس انه انشلوتي ما بحب نوعية اللعب اللي شوي بوقف على الكرة اكثر شوي اللي ممكن يكون ابطأ اكثر وغير هيك ايضا اللعب اللي دوره الدفاعي في خط الوسط بحدود خصوصا انه زي ما منعرف في مستوى كاسيميرو الحالي بدك الاتلاثة يكون يساهموا بوكبا بالنسبة لبوكبا وريال مدريد منطقيا بتيجي تقول بوكبا لازم يروح على ريال مدريد بس الفكرة كان بوكبا حنحكي هذا الكلام لو كان زيدان المدرب الان بعدم وجود زيدان فيه كلام كثير بين صحفيين طليان وناس مقاربين من اليوفي انه بوكبا فعلا قالهم انا بدي اياكم بس طبعا بالمنطق بيراتبي العالي اللي انتو بتعرفوا اذا بتقدروا تدفعوا انا جاي لليوفي لانه بوكبا زي ما اليوم ديلي ميل اكدت يشعر بانه ما حدا حبه في يونايتد ما نحب وفي اليوفي مش بس نحب لأ اتنجم ويقول انه حمل سوبرستار فهذا الجزء الاول فالمنطق الاول بيقول انه يرجع مكان الفريق بيحبه بس فيه منطق اخر بيقول انه يروح فرنسا يعيش فرنسا يعيش مع بريس سان جيرمان وفيه طبعا ريال مدريد لكن انا اعتقد بوكبا ميال لليوفي اكثر من غيره ومش لاني انا بشجع اليوفي لانه بوكبا حسب اليونيتد قديش بحاولوا يستخدموه كبش فداء عشان يحموا سول شعير باختصار نوصل هون ليش انشلوتي بتأخر في تبديلات هاي عادة عنده يوما ما بالمورة الاولى برياء مدريد كن داما انه صديقي راقب انه الرجل عنده تبديلات معروفة 75 65 بيكون حافظة عادة عنده خلص من باب الخبرة بيقول انه هيك لازم يعمل خلينا نصبر على ريال مدريد نشوف وين ممكن يوصل وين ممكن يحقق اللي بقول لي هالاجلو بوكبا حيحل مشاكل ريال مدريد بيفيتهم بوكبا السوبرستار بوكبا راعب ممتاز بوكبا بقدر يغير كثير ويفيدك كثير وكل اللي بنسمع الهجوم عليه والانتقادات عليه هي مجرد ناس حابين يحمو شخص معين بفترة معينة غير هيك اللي شفناه منه بكأس العالم 2018 واللي شفناه منه باليورو لما يلعب بمكانه بمستوى بخلينا نعرف شو هو بوكبا كسوبرستار حقيقي نوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عواد موجود في اسبوك تويتر انستغرام ودرور جدا نتابعوني على سيرفيسبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله